بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وعكاته ان شاء الله نبدأ اليوم في الفصل السادس وخاص بالعاقات الجسمية والحباقية طبعا اول شيء بيجي في تفكيرنا بما نسمع كلمة عاقات جسمية وصحية بيكون خاص بالناس اللي هم جليسي الكباس المتحرك طيب منهم زو العاقات الجسمية والصحية هما فيها من الافراد لديهم عائق العائق ده بيحرمهم من القدرة على القيام بوظائفهم الجسمية والحباقية يعندهم مشكلة حباقية او مشكلة جسمية طيب كمان بيؤدي في بعض الاحيان الى عدم حضورهم الى ايه المدرسة او قد لا يمكنهم من التعلم الى الحد الذي يستدعي بيتطلب خدمات طلبوية وطبية ونفسية يبقى في التعريف اللي قدامنا ده لازم نركز على ايه على ان هم عندهم عائق في ايه عائق العائق ده اهو بيكون عندهم مشاكل في وظائفهم الجسمية والحباقية جميل طيب العاقة دي كلها بتتسبب في ايه بتتسبب في ان احنا يجب ان نوفر لهم خدمات طلبوية وطبية ونفسية خاصة ايه بيهم ده بالنسبة لايه للعاقات الجسمية والصحية طيب بيقولوا شوى العاقات الجسمية والصحية زاد يعني زادت في الاونة الاخيرة ليه زادت العاقات الجسمية والصحية طبعا وسائل التعاوف والكشف على ذوي العاقات بصفة عامة تقدمت طبعا التقدم التكنوليج اللي احنا عايشينه وهكذا كله ساهم في التعاوف والكشف على ايه على حالات ما كانتش معروفة قبل كده وما كانتش موجودة وما كانتش مثلا معروف لها سبب او هي تبع ايه او كده كمان الاجهزة الطبية الحديثة المستخدمة كتير بقى فيها اجهزة طبية حديثة انا بقضو بطيف النقطة هنا وهي ايه ان زيادة الحبوب المشاكل والمشكلات الاقليمية والمشكلات العالمية والحبوب وهكذا زيادة الحبوب دي بتسبب زيادة في عادة زو العاقات الجسمية والصحية ترجمة نانسي قنقر